المهرجان الآن أعزائي المشاهدين ننتقل بكم إلى شوط يحمل اسماً غالياً على قلوبنا إلى شوط له رمزية لنا كسعوديين إلى شوط الأميرة نورة هذا الشوط المخصص للمشاركات النسائية في هذا التواجد مهرجان الملك عبد العزيز لم يهمل مشاركات النساء وما حققته الأخوات الحقيقة من امتلاك عدد من الفرديات الجميلة جداً في منافسات هي الأقوى وفي منافسات ستشهد حقيقة حضوراً كبيراً من محبات الإبل ومن أخواتنا وشقائق الرجال وبنات الرجال الجازي ابن هادي ابن مصفر الدوسري الحاضرة معنا واللي جايبت لنا ما شاء الله تبارك الرحمن فردية على السلالة الباتلية تحمل الرقم 1975 جذعة في هذا الحضور في هذا التواجد تقدم هذا السن وتقدم هذا العمر للمنافسة وللمشاركة بهذه الفردية مع المالكة الجازي أيضاً تواجد حصة بنت عبد الله ابن محمد آل زابن اللي تقدم لنا فردية ما شاء الله تبارك الرحمن سمتها نادرة الحلو الزين في هذا اليوم على السلالة الصاهودية مشترى طبعاً النسخة السابعة شاركت معنا وحققت المركز الخامس في شوط الأميرة نورة بنت عبد الرحمن في هذا اليوم في هذا الحضور وين التواجد وين المكان إلى أين الاتجاه الله أعلم وهذا عند لجان التحكيم رحف بن سالم بن هادية الدوسري هي الأخرى مشاركة تحمل مشاركتها رقم 3639 على السلالة الباتلية تلاد طبعاً وجود التلاد وحضورها بالتلاد هذا دليل على إن شاء الله أن هناك بنك قادم يحمل اسم إن شاء الله الأخت رحف اللي شاركت معنا في هذا اليوم ريمة بنت محمد بن حامد الحربي اللي تقدم لنا اليوم حضور قوي جداً اللي تقدم لنا ضبية في هذا اليوم قرينية صفرة جذعة مشترى في هذا الحضور معريمة بنت محمد بن حامد الحربي اللي تحمل مشاركتها رقم 3357 الجميل في هذا الشوط وشوط الأميرة نورة أنه مفتوح الألوان فيه وممكن المشاركة بأي فردية تراها المالكة إنها راح تؤهلها إلى الصدارة سارة بنت محمد بن علي أسبيعي جابت سهاجة في هذا اليوم على سلالة عليان سن البكرة السديس مشترى تحمل رقم 2127 حضور قوي جداً وتواجد لسهاجة معنا في هذا الشوط ضي بنت أحمد بن عبدالله السلطان جابت غرنوقة معنا في هذا اليوم على الحقيقة السلالة الغرنوقية 3401 رقم